السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بكم شاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم عايز اقول لكم قبل منبدأ الحلقة ان الوفد التركي ووفد التحقيق التركي اللي هينضم للوفد السعودي في دخوله الكنسولية بتاعت المملكة العربية السعودية تواجد الان داخل السفارة لمملكة العربية السعودية على بركة الله عايكون معنا ان شاء الله كمان بث مباشر للي بيحصل لحظة بلحظة زي ما انتو حضراتكم شايفين دلوقتي على الهواء مباشرة ده المكان عند السفارة او سفارة المملكة العربية السعودية بعد دخول الوفد التركي ووفد التحقيق واي مستجدات ان شاء الله هنتبعها بمساعدة المتقلق دائما مخرج البرنامج بعد اكتر بقى من 12 يوم على قضية اختفاء او بالاحرى اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبعد ما صدعنا بقى الزباب الالكتروني السعودي بان السعودية لن تركع ولن تقبل ولن تفعل والكلام بقى اللي انتو ايه لن 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 مش عارف ايه ده كل الكلام اللي انتو سمعتوه ده انسا امعلم الملك سلمان قرر ياخد عن صمته وينحي ابنه المتهور محمد بن سلمان ويتصل هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان طبعا ويشيد بالعلاقات بين البلدين ويقدر الرئيس اردوغان ويوافق على تفتيش الكنسولية بعد التهديدات من مجموعة محمد بن سلمان بتدمير اقتصاد العالم وبان الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي وايضا هرى الاقتصاد السعودي سينهرى الاقتصاد العالمي والكلام ده كله الملك سلمان وافق على التحقيق في قضية الصحفي جمال خاشقجي وفتح الكنسولية يبدو سادة ان الملك سلمان استشعر الخطر وحاس ان الهنجعاء اللي هي البتاعة دي اللي بقولوا عليها الهنجعية والحاجات دي العنجة هي ما انت كتبها لي بليه الفرغة اللي بيمارسها ابنه لن تجدي فكرر يتدخل ويشوف مخرج للازمة اللي ممكن تأثر على المملكة واعلقتها بكل دول العالم طيب الدرس المستفاد من اللي حصل ان البلطاجة وشغل العصبات مش هيحل لازمة واني مش كل الدول ممكن تخلص مشاكلها او تخلص مشاكلها بالرز وان اغتيال جمال خاشقجي مش هيعدي وان المملكة قبل الحادث غير المملكة بعد الحادث وكمان طريق محمد بن سلمان لكرس العرش مش مفروش بالورود اذا مشاهدين الكرام الكل في انتظار الساعات القادمة والدقائق القادمة خروج اللجنة وخروج اعضاء التحقيق سواء من الوفد التركي او من الوفد السعودي يترى الموضوع هيهدى ويعدي ولا الموضوع هتحدث فيه مستجدات جديدة ده للعالم كله بينتظره بشغف واحنا معاكو زي ما قلنا هنتابع لحظة بلحظة البلط المباشر من هناك مشاهدين الكرام تابعونا عشان نكمل حلقتنا ونشوف المستجدات تابعونا عشان نسمك